راسلنا فادي العصى من رمالة فادي شهيد وثلاثة جرحة في وادي رحال بقضاء بيت لحبت أطلعنا على التفاصيل تطور الأمر بعد إعلان وزارة الصحة الفلسطينية أن إحدى الإصابات الخطيرة والتي طبعا أطلق المستوطنون الرصاص تجاهها قد استشهد طبعا فلسطيني من منطقة القدس المحتلة كما تقول المصادر المحلية وهو طبعا كان في منطقة ودي رحال في المنطقة الجنوبية من مدينة بيت لحم قد استشهد متأثرا برصاص المستوطنين الذي أطلقوه تجاه المواطنين الفلسطينيين في هجوم واسع نفذه المستوطنون هناك بداية تحدث الهلال الأحمر الفلسطيني عن نقل أربع إصابات قال إن إحدى الإصابات وصفت بأنها ما بين خطيرة وحارجة وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بشكل رسمي أنه استشهد أيضا كان تجمهر المستوطنين بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي عشرات المستوطنين نتحدث عن زهاء مئة مستوطن الذين نفذوا هذا الهجوم إطلاق الرصاص كان كثيفا وكان جيش الاحتلال قد منع مركبات الإسعاف الفلسطينية من الوصول إلى هذه القرية في المنطقة الجنوبية من مدينة بيت لحم تواجد عسكري لجيش الاحتلال أصلا كان سبق تواجد المستوطنين وهجوم هؤلاء المستوطنين في هذه المنطقة العدد المستوطنين أو عدد الشهداء برصاص المستوطنين في الضفة الغربية يصبح 19 شهيدا منذ 7 أكتوبر حتى هذا اليوم وهو عدد كبير في فترة زمنية قصيرة وكان ارتفع عدد الشهداء الأكثر من 650 فلسطينيا شهيدا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر خلال هذه المعركة المستمرة كذلك أيضا يمكن أن يرتفع العدد مع خمسة شهداء في مخيم نور شمس بعد عملية قصف نفذتها مسيرة إسرائيلية كما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الشرقية من مدينة طول كرم الفلسطينيون في طول كرم أعلنوا الحداد العام في هذه المدينة لتشييع الشهداء يوم غد والمشاركة في هذا التشييع بعض أو أحد الشهداء هو من منطقة مدينة قلقيليا جبريل جبريل هو فتن فلسطيني يبلغ من العمر 18 عاما كان قد حرر في سقة التبادل ما بين المقاومة الفلسطينية وسلطة الاحتلال الإسرائيلي في شهر نوفمبر الماضي كانت الصفقة أو أخرج بموجبها النساء وكذلك الأطفال كان طفلا وانضم إلى المقاومة المسلحة بعد أن استدعاه جيش الاحتلال أكثر من مرة لمقابلة مخابراته لكنه رفض ذلك ولا يريد تجربة هذه أو إعادة هذه التجربة المريرة في داخل سجول الاحتلال الإسرائيلي والتحق بالمقاومة المسلحة وكان مطلوبا لجيش الاحتلال الإسرائيلي وهو الشهيد الثالث الذي يقتله جيش الاحتلال من الأطفال الذين تم تحريرهم في هذه الصفقة صفقة التبادل في شهر نوفمبر من العام الماضي نتحدث أيضا عن تطورات التعلق بتواجد جيش الاحتلال الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية وحديث عن وجود طائرات مسيرة في سماء منطقة طول كرم هل سينفذ الجيش خلال الساعات القليلة المقبلة خاصة مع دخول نهار جديد وفجر يوم جديد في منطقة أو في مناطق الفلسطينية هل سيقوم بتنفيذ اقتحامات كما هي العادة في المناطق التي أدت إلى اعتقال آلاف من المواطنين الفلسطينيين هذا ما ستجيب عنه الساعات القليلة المقبلة لكن بالتأكيد خمسة شهداء في منطقة تطول كرم بعملية قصف شهيد آخر برصاص المستوطنين في منطقة وادي رحال في المنطقة الجنوبية من مدينة بيت لحم في ليلة وصفت بأنها ساخنة في الضفة الغربية المحتلة فادي العطى مراسل للعصى من رمالة شكرا جزيلا لك فادي اشتركوا في القناة